مرحبا مواليد برج الثور كيف بدي يكون الأسبوع من الثانين 14 للـ 21 ديسمبر أسبوع كتير مهم عالمياً يلي بعدما شايف فيديو توقعات العالم ماذا ينتظر العالم في شهر ديسمبر لازم تشوفوه عندي على القناة طبعاً برج الثور اللي عام 2021 كمان صار موجود عندي على القناة وشهر ديسمبر كله لبرش الثور كمان موجود كيف بدي يكون هذا الأسبوع في عنا بمطلع الأسبوع في عنا كسوف للشمس يوم الثانين الخميس الأمر بنتقل لبرش الدلو والسبت الأمر بنتقل لبرش الدلو هاي دي الأمور بتلقوا تفاصيلها بالأبراج الشهرية لألكون الثانين الأمر موجود ببرش القوس عم بيساعد مواليد برج الثور لحتى تبلشوا بمسألة بالنسبة للكون مهمة وعلى الأرجح هي أمور إدارية انشغلتوا عننا تأخرتوا عننا وبعتقد أنه لازم تشتغلوا عليها هلأ بلشت ويمكن هاي دي هي الخطوة لحتى تبلشوا تنهو سنة الألفين وعشرين يوم متعب صحيح لكن الأمور مش رح تخزلكون الأمور رح بتساعدكن واخدوا الأمور مثل ما هي ثلاثة والأربعة يومين كتير حلوين في هذا الأسبوع وبعتبر أني من الأيام الأحلى الأكثر حضر للكون الأنشط ويلي بتغذيكن بتغذي لكم معنوياتكم وبتزيد فرص حصوصكم للنجاح للترقية ويومين لازم يكونوا فيهم جارئين بصراحة بيضلون أفضل من الخميس والجمعة لأنه الخميس والجمعة أول شيء الأمر بينتقل لبرشد دلو تاني شيء زحل رح ينتقل أيضا لبرشد دلو رح ينتقل لبرشد دلو وهذا موقع بالنسبة للكون متعب شوي وهو بداية مرحلة مهمة رح نحكي عنا حكي عنا بالتفصيل وبتلقوها بالفيديو لعام 2021 برش الثور الخميس والجمعة بحد ذاتهم يومين متعبين بيحملوا بعض القلق لموليد برش الثور بتلاقيوا حالكم أنه عم بتحاولوا تلاقيوا النقطة الوصل حلقة الوصل بينكم وبين محيطكم بينكم وبين شغلكم بينكم وبين سماليكم وبين عائلتكم هناك الكثير من المسئوليات التي بتدخل تدخل ببعضها وبتتشابك ببعضها وأحياناً بخلال هاليومين بتحسوا حالكم أن يكون بحاجة لنصيحة معلش؟ اطلبوا النصيحة تقدروا تلاقيوا الجواب المناسب ما رح تكونوا لحالكم ما رح تكونوا لحالكم أنه فترة منها الأدية صعبة بس لحتى شدد لأنه يلي عم بتابعني من أستراليا بحب يعرف أيمتن مضبوط الأمر بيكون ببرش الدلو بالنسبة للكم الساعة خمسة ونص المساء التوقيت سيدني يوم الخميس السبت 19 ديسمبر الأمر كمان بيكون موجود ببرش الدلو وبعد في عنكن ضغوط ولكن رح يبقى ببرش الدلو حتى الساعة 1 إلا 3 توقيت العالمي 3 إلا 3 توقيت بيروت ومنتصف اللي توقيت سيدني فترة وجود الأمر ببرش الدلو هي الفترة المتعبة بينتقل باللحظات أو بالوقت تقتلكون لبرش الحود ترتاحوا ترتاحوا ووصول الأمر لبرش الحود هو يلي رح يلطف جوكن رح يساعدكن ورح يحول عطلة الأسبوع لعطلة الأسبوع حلوة وإيجابية وبتسلي بتسلي إذن التالتة والأربعة بعتبرهم يومين بالجيبة حلوين كتير وأيضا السبت والأحد مع وصول أو وجود الأمر في برش الحود هذه هي الفترة الأهم لألكون كوكب أورانيوس بعده عم يتنقل ببرش كون هيدا قصة طويلة جدا بيكون تسمعوا عام 2021 لتعرفوا على مين عم بيأثر كوكب أورانيوس كوكب أورانيوس في هذا الأسبوع تأثيراته تطال 27-28 نيسان أبريل أما الأجواء الحلوة فرح بطال مواليد 14-20 أيار مايو زحل والمشتري قبل ما يطلعوا من كابريكون رح بيساعدوكم وأيضا بلوتو بديت مانيلكون أسبوع كتير حلو طبعا على أمل أنه نلتقي بالأبراج السنوية لازم تشوفوا صارت لألكون جاهزة وشهر ديسمبر لازم تشوفوا شكرا لألكون باي باي شكرا لأكمل موسيقى